بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم في مدة اللغة العربية سنة أولى متوسط رايح ندير نص القراءة العنوان التاع في كوخي العجوز الرحمة نبدأ في قراءة النص بعد بسم الله الرحمن الرحيم أخذت العجوز قصبة من حديد فحركت بها الموقدة ثم خاطبت مالكا سائلة عن حاله كيف تحس جراحك الآن أحسن من الصباح فقالت يجب أن أغلي الخباز لتبديل ضمادة ذراعك اليسرى أما اليمنى فلن أمسها هكذا قال رفيقك أليس كذلك فأجابها مالك باقتضاب بلى وكان يشعر ببرودة تعتريه أخذ جسمه يهتز وبدأت أسنانه تستك بالرغم منه وإذ لاحظت العجوز إقش عراره وضعت يدها على جبينه فوجدته يلتهب حرارة فقالت هي نوبة حمى لا تلبث أن تزول إن جراحك إن جراحك ليست بليغة كما قد تتخيل إنك لن تخرج من بيت خالتك حتى تعود أقوى وأشد مما كنت لقد أخذت احتياطي واشتريت ما يكفي من الحطب والقمح إلى نهاية الشتاء ووضعت يدها على جبينه فكان يضطار محرارة فأزاحت عنه الغطاء قليلا ثم ذهبت مسرعة في ارتعاش ففتحت الباب وأخذت كفا من الثلج وعادت فوضعته على جبينه وأبقت يدها عليه خشية أن يسقطه وأبقت يدها عليه خشية أن يسقطه لكن الثلج ما لبث أن صار ماء جاريا على خده وعنقه وأحس مالك بقطارات ماء وصلت إلى ظهره فقال وهو بين الهذيان والوعي لست أدري من أين وصل هذا البلل إلى عنقي وظهري إني أحترق عطشا والماء يجري في عنقي فقالت العجوز إنه الثلج وضعته على عنقك فذاب ثم أخذت العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخبازي فغسلت به ذراع مالكا ثم أخذت قطعة من قماش فوضعت فوضعت فيها أوراق الخبازي بعد أن عصرتها جيدا من الماء وغمستها في الزيت وربطتها على جرحه في رفق وسألته ألم أوجعك؟ وكادت الحم تزول عنه وعاد إلى وعيه ولكنه كان يحس كأن عظامه تفككت فأجابها بجهد ومشقة فقالت العجوز الآن تستطيع أن تطمئن على جراحك فالخباز أحسن ومراهم ضد التعفن هذا هو الدرس التعناء والله هذا هو النص التعناء تع نهار اليوم ذكوش رايح ندير رايح نعود نقرأ هذا النص لكن هذا المرة رايح نقرأ النص ونشرح بعض المفرادات باش نتمكن من فهم النص جيدة نبدأ في قراءة النص مع الشرح بعد بسم الله الرحمن الرحيم أخذت العجوز قصبة من حديد يعني هذه العجوز أخذت قصبة من حديد يعني قصبة من حديد فحركت بها الموقدة الموقد ثم خاطبت مالكا سائلة عن حالي هذا مالك هو شخص قاعد عند هذا العجوز وكان مجروح واسمه مالك سألته عن حاله قلت له كيف تحس جراحك الآن قلت له وش رك تحس في الجراح تاك هو جاوبها قالها أحسن قالها ذكا يعني رايح أحسن من الصباح فقالت يجب أن أغلي الخبازة لتبديل ضمادة ذراعك اليسرى الخبازة هو نبات من البقول رايح أتغلي هذا العجوز تغلي هذا الخباز مع شوية تعمى ومن بعدها تديرو فوق الجرحة هذا مالك ديرو لك شغل ضمادها بهيرتاح قلت له أما اليمنى فلن أمسها هكذا قال رفيقك رفيقك معنتها صاحبك أليس كذلك فأجابها مالك باقتضاب باقتضاب معنتها بإجاز وباختصار يعني قالها كلمة قالها بلع وكان يشعر ببرودة تعتاريه تعتاريه معنتها تجتاحه أخذ جسمه يهتز يعني يشعر ولا يرجف وبدأت أسنانه تستكو تستكو يعني الأسنان تغعدوا يخبطوا في بعضهم بالرغم منه يعني هو حبس وسنيه وحدهم وحدهم يخبطوا في بعضهم وإذ لاحظت العجوز إقشعراره الإقشعرار كيش وجدته الرجفة الرعشة وضعت يدها على جبينه الجبين هي الجبهة فوجدته يلتهب حرارة يلتهب كيشوالشعلة فيه النار درجة الحرارة مرتفعة جدا فقالت هي نوبة حمى نوبة يعني أزمة يعني قلت ورأي جاتك حمى بس الضغط تنحى لا تلبث أن تزول لا تلبث يعني تقعد فترة برك قصيرة وتروح ما تطولش إن جراحك ليست بالغة بالغة يعني خطيرة ما هيش خطيرة كما قد تتخيل تتخيل معنتها تتصور إنك لن تخرج من بيت خالتك حتى تعود أقوى وأشد مما كنت لقد أخذت احتياطي احتياطي ماش معنتها؟ يعني درت حسابي واشتريت ما يكفي من الحطب والقمح إلى نهاية الشتاء ووضعت يدها على جابينه يعني الجبهة التاعو فكان يضطارم يضطارم يعني كيشغل يشتعلو يشتعلو حرارة فأزاحت عنه الغطاء أزاحت يعني انحات عليه الغطاء قليلا ثم ذهبت مسرعة في ارتعاش يعني وهي ترجف ففتحت الباب وأخذت كفر من الثلج يعني كمية من الثلج قد إيدها برك وعادت فوضعته على جابينه قلنا جابينه هي جبهته وأبقت يدها عليه خشية أن يسقط خشية معنتها خوف مخافة أن يسقط لكن الثلج ما لبث يعني ما لبث ما مقعج مقعج بالزيف قال لك وتحول إلى ماء جاري على خده وعنقه الخد نعرفه والعنق هي الرقبة وأحس مالك بقطارات أحس يعني شعارة بقطارات ماء وصلت إلى ظهره فقال وهو بين الهذيان والوعي الهذيان يعني يهدر وهو كي شغل مهوش فاطن وشراو يهدر والوعي يعني كي ما نقوله إحنا فاطن وشراو يدير فالهذيان كي شغل فقد الوعي ما على بالوش وشراو صاري والله وش كاين والوعي هو على بالوش كاين وشراو صاري لست أدري من أين وصل هذا البلل البلل هو تشماخة إلى عنقي وظهري إني أحترق عطشا والماء يجري في عنقي فقالت العجوز إنه الثلج وضعته على عنقك فذاب ثم أخذت العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخباز فغسلت به ذراعة مالك ثم أخذت قطعة من قماش قماش يعني كتانة فوضعتها فوضعت فيها أوراق الخباز بعد أن عصرتها جيدا من الماء وغمستها يعني غطستها يعني لاحتها دارتها في الزيت وربطتها على جرحه في رفق وسألته رفق يعني بالعقائل لا سيسيته وسألته ألم أوجعك قلت له يعني ما حسيتش بالواجعة ما حسيتش بالألم وكادت الحمى تزول عنه يعني كادت يعني أوشكت يعني قاربت الحمى أن تزول عنه تروح تختفي تزول يعني تروح أو تختفي وعاد إلى وعيه ولكنه كان يحس كأن عظامه تفككت فأجابها بجهد ومشقة فقالت العجوز الآن تستطيع أن تطمئن على جراحك فالخباز أحسن ومراهم ضد التعفل مراهم يعني كما نقوله إحنا دواء يدروه فوق الجرح بهما يخماج الشمي والسخشو هذا هو الدرس عنهار اليوم نقول الله مشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين